أتصرف في القطع النقدية والأوراق النقدية خمسة دنانير وعشرة دنانير أولاً شرى ماهر مجموعة كتب وسلم للكتبي خمسة أوراق مالية من فئة عشرة دنانير فطلب منه الكتبي قطعة نقدية ذات دينار واحد وأرجع له قطعة نقدية ذات خمسة دنانير أبحث عن ثمن مجموعة الكتب ثمن مجموعة الكتب يساوي المبلغ الذي سلمه ماهر للكتبي عشرة ألاف في خمسة زائد الدينار المضاف ألف ناقص خمسة دنانير عشرة ألاف في خمسة زائد ألف ناقص خمسة ألاف يساوي واحد وخمسين ألف ناقص خمسة آلاف يساوي ستة وأربعين ألف مليم ثانياً اشترت خياطة إحدى عشرة متراً من القماش بثمانية دنانير للمتر الواحد وسفيفة بأربعة آلاف وخمسمائة مليم منحها التاجر تخفيضاً في ثمن القماش قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة مليم فأعطته تسعة أوراق مالية من فئة عشرة دنانير ألف أبحث عن ثمن القماش بعد التخفيض لمعرفة ثمن القماش بعد التخفيض يجب معرفة الثمن الأصلي أولاً ثم ننقص منه ما تم تخفيضه الثمن الأصلي للقماش ثمانية آلاف في إحدى عشر يساوي ثمانية وثمانين ألف مليم ثمن القماش بعد التخفيض ثمانية وثمانين ألفاً ناقص ثلاثة آلاف وخمسمائة يساوي أربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة مليم باء أطرح سؤالاً آخراً مناسباً للوضعية ما هو المبلغ المتبقي بعد شراء القماش والسفيفة؟ جيم أجيب عن السؤال الذي طرحته المبلغ المتبقي بعد شراء القماش والسفيفة يساوي المبلغ الجملي ناقص ثمن القماش زائد ثمن السفيفة عشرة آلاف في تسعة ناقص أربعة وثمانين ألفاً وخمسمائة زائد أربعة آلاف وخمسمائة يساوي تسعين ألف ناقص تسعة وثمانين ألف يساوي ألف مليم ثالثاً اشترى ناصف أدوات هندسية بثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين مليم ودفع للتاجر ورقة مالية من فئة عشرة دنانير فأرجع له التاجر ستة قطع نقضية أرسم هذه القطع أقدم الحلول الممكنة لعرض هذه القطع النقضية يجب معرفة المبلغ المتبقي المبلغ المتبقي عشرة آلاف مليم ناقص ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين مليم يساوي ستة آلاف ومئتان وخمسين مليم الحلول الممكنة لرسم المبلغ المتبقي بستة قطع نقضية قطعة من فئة خمسة دنانير ودينار واحد من فئة مئة مليم ثلاثة من فئة خمسين مليم قطعة من فئة خمسة دنانير اثنان من فئة نصف دينار اثنان من فئة مئة مليم واحد من فئة خمسين مليم رابعاً لزينب مبلغ مالي مكنها من شراء التالي وبقي لها تسعة قطع نقضية من فئة نصف دينار افهم المعطيات بالصورة او ارسم مخططاً للمسألة المطلوب ابحث عن المبلغ المالي الذي كانت تملكه زينب المبلغ المالي الذي كانت تملكه زينب ثمن المحفظة زائد ثمن الكتب زائد ثمن الكراسات زائد المبلغ المتبقي من الممكن حساب ثمن الكتب وثمن الكراسات والمبلغ المتبقي كل على حدة ثم نجمعه ونضيف اليه ثمن المحفظة كالآتي ثمن الكتب ألفان وثمانين في اثنين يساوي أربعة آلاف مئة وستين مليم ثمن الكراسات ألف وخمسمائة في خمسة يساوي سبعة آلاف وخمسمائة مليم المبلغ المتبقي خمسمائة في تسعة يساوي أربعة آلاف وخمسمائة مليم ستة عشرة ألفاً وثمانمائة مليم زائد أربعة آلاف ومئة وستين مليم زائد سبعة آلاف وخمسمائة مليم زائد أربعة آلاف وخمسمائة مليم يساوي اثنان وثلاثين ألفاً وتسعمائة وستين مليم أو أن نقوم بكتابة العملية الحسابية على النحو التالي ستة عشرة ألفاً وثمانمائة زائد ألفان وثمانين في اثنان زائد ألف وخمسمائة في خمسة زائد خمسمائة في تسعة يساوي اثنان وثلاثين ألفاً وتسعمائة وستين مليم اشتركوا في القناة